لو كانت ديارهم عامرة ما سكنوا هذه المخيمات فإذا أخلوها إلى أين يذهبون؟ نازحوا مخيم حي الجامعة غرب بغداد تفاجأوا اليوم بإبلاغ قوات عمليات بغداد لهم بإخلاء المخيم ومغادرة العاصمة دون الوقوف على أسباب هذا الإجراء رغم ادعاء حيدر لعبادي مسبقا بعدم إجبار أي نازح على العودة دون رغبته يقول ما أكو قصرا مقاية عمليات تجي هنا يقول احنا جانا كتاب من المراجع نطلعكم ما جانا كتاب يلغي هذا الأمر وما هددت به قوات عمليات بغداد سابقا بإخلاء المخيم الذي يؤوي نازحين من الموصل في حي الجامعة بدأت بتنفيذه وأنذرتهم بإخلائه طواعية قبل أن تفعل هي ذلك بالقوة وإن أخرجوا بتلك القوة إلى أين يذهبون؟ ومدنهم وبلداتهم التي هجروا منها غير صالحة العيش وغير مؤهلة أبدا للسكن وإضافة إلى هذا أنه المناطق أنه المناطق ما غير صالحة لعودتهم بعدها لحد الآن اللي أهالي كلهم ما ستخابرون أقاربهم أكو مخيمات بالموصل نفس الموصل اللي هي قريبة على المناطق بعاج وعلى سنجار ما قدروا يرجعون وعلى الرغم من سكوت حكومة العباد وقوات عملية بغداد عن أسباب إجبار النازحين على إخلاء المخيم والعودة إلى مناطقهم إلا أن السكان يقولون إن المسؤولين يعمدون إلى استغلال ذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة يعني شون هو اللي ضاررينه إحنا؟ ضاررينه بشونه؟ على مدى الانتخابات يرجعوننا؟ عمي ما ننتخب إحنا بكل الأحوال ما ننتخب اللي ما فادونا؟ اللي صارنا أكثر من سنة هنا ما شفنا النواب إذن كيف لهؤلاء أن يشاركوا في الانتخابات بعد إخراجهم من بيوتهم بحجة محاربة تنظيم الدولة ثم إسكانهم بمخيمات تفتقر لأدنى مستويات العيش ثم إخراجهم من هذه المخيمات إلى مناطق لا مأوى لهم فيها وحاليا لا يملك هؤلاء بعد سلسلة التهديدات التي تلقوها سوى مناشدة حكومة العباد التي تدير ظهرها لهم أصلا والمسؤولين في العاصمة بوقف عملية إعادتهم ريثما تعود الحياة لمناطقهم لكن على الأغلب لن تلقى مناشداتهم آذنا صاغية وسيكون مصيرهم كمصير نازحين في مخيمات أخرى صار الشارع مأواهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة